بص يا جماعة الحقيقة انا عاوز اقول انه الدكتور سعد الهلالي حفظه الله عمل كتاب وهذا الكتاب الحقيقة نزل في الاسواق دار المعارف طبعته في موضوع خطير جدا وموضوع مهم جدا وهو موضوع فقه المواريس المقارن وخده بالكبان لما بتكلم على اي عالم من العلماء زي ما قلتلكم انا ما بنضيش على بياض وما فيش اي حد فينا بيعمل كده فكل انسان له ما له عليه ما عليه وكل اللي خذ منه ويرده نعم اما بتتكلم على اقدم استاذ فقه مقارن في العالم وله وزنه الكبير جدا عالم عالم الدليل علمه انه مهما اختلفت معه الا انك لابد ان تقف احتراما وتأدبا للأدلة وهدوءه وعفة لسانه فطبعا عندنا كتاب مهم جدا وهو فقه المواريس المقارن فقه المواريس المقارن ده من هدي القرآن والسنة الحقيقة كتاب جاي في وقته تماما ليه لان علم المواريس علم خطير للغاية وهو اكثر علم ظلمة في المنظومة التعليمية بين العلماء مع انه النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بتعلم هذا العلم قال تعلموا الفرائض الفرائض ليه علم المواريس قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهي اول ما يرفع من هذا العلم حتى يأتي الرجلان يتهديان في مسألة بينهما فلا يجدان من يفتي فيه وكان اعلم واحد من الصحابة بعلم المواريس زيما النبي اخبر عليه السلام قال وافرادهم زيد زيدنا زيد ابن الثابت رضي الله نعم فهذا علم له قانون منظم خدوا بالكم يعني ما عندناش في الفقه قانون منظم للفقه ما عندناش في التفسير قانون منظم للتفسير ما عندناش في التصوف فيه قانون منظم للتوري الصوفية لكن قانون منظم للعلم نفسه ما فيه انما المواريس لها قانون منظم للمراس الحقيقة وبيأخذ به اصحاب الديانات الاخرى بيعملوا احكام المواريس الاسلامية لما لها من اهمية الحقيقة انا عاوزك تسمع العنوان بتاع الكتاب العنوان بتاع الكتاب مهم جدا فقه المواريس المقارن من هدي القرآن والسنة خدوا بالكم ده مش اراء الخاصة من هدي القرآن والسنة لأول مرة دراسة استقرائية واستنتاجية في اقوال الصحابة والتابعين ومذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والامامية وقانون الميراث المصري رقم سبعة وسبعين لسنة الف تسعمية تلاتة واربعين وخاتمة بمقترح بعض الاصلاحات التشريعية في ميراث البنات والاخوات والزوجات ومختلف الدين والجنسيات واحياء التوريث بالمعاقدة القرآنية بين مجهولي او عديمي النسب بفقه ادلة الميراث المتعدد والمتجدد او بالوصية الشرعية المسكوت عنها كتاب الحياة يستحق القراءة واصدار دار المعارف واعتقد ان الكتاب حيسير حوار علمي ما بين الناس بين مؤيد بين معارض بين ناقد بين فاهم بين دارس بين مستفيد ايا كان رأيك لازم تقرأ وبعدين تتكلم ايا كان رأيك لازم تفهم وبعدين تعترض ايا كان رأيك لازم تستفيد وتلتفت الى العلم الذي قل فيه العلماء وكثر فيه الجهلاء والادعياء يا مولانا تعلم ثم تكلم الله تعلم ثم تكلم نعم الكلام بغير علمي ده ما ينفعش الحياة هناك مسائل كثيرة في المواريث كانت بتقرقنا لان ما تبقاش لها نظير في بعض الامور في بعض القواعد الفقهية الخاصة بفقه المواريث فالحقيقة كتاب الدكتور سعدي هلالي اوجز في هذه المسألة واخرج هذه المسائل الى النور وجاب الاراء بتاعة الفقهاء في التعاريف وهذا ما للرجل في هذا والحقيقة هو بس المشكلة الوحيدة اللي هو عدم في الاخ الخالص لا ما بيرجحش الترجيح الترجيح عدم الترجيح بيعمل لينا احنا كدعاء بعض المشاكل انا عايز اروح لرأيه بس انا كنت عايز استند لرأيه مثلا المؤلف راجل بقى علم بهذا الحجم بعد ما جاب كل علوم دي كلها فأنت محتاج تشوف رأيه هو ايه بس انا شايف ان ده مصلحه اكثر يا دكتور بس انا شايف غير كده شايف ان انا عايز انا استكنه لرأيه انت بعد انا ما اريدش اللي اراه فبعد كده القناعة تكونت لدي قناعة كشيخ اشرف وولا كرجل يعني مش متخص مواطن عادي انا مش بتكلم كمواطن عادي طب مجي مع بين الحسنيين ناخد منه العلم وناخد منك الترجيح ايه المشكلة يعني حضراتك ممكن تاخد العلم من الكتاب مثلا او من العلم اللي قاله وانت رجح الميزة الدكتور سعد الهلت زي ما سعتك قلت كده ان هو تخصصه هو يتميز بالموسوعية يعني في كتبه في كل مؤلفات يتميز بالموسوعية يحيط بالمسألة من جميع جوانبها وارائها والادلة على كل رأيها واظن مسألة الترجيح دي كانت مرحلة من مراحل حياته المتقدمة في بعض كتبه كان يرجح احيان ثم استقر فالمسألة اجتهدية انا شايف ان حضرتك بتفضل ان هو يرجح وفضلت الشيخ رمضان بيقول لا هو يديني سعة في الافق فانا برضو اقرأ ولا يعني ما يحجرش واسعة ممكن اختلف ومع ذلك احنا مش مضيله على بياض برضو حضرتك لازم معلش الكلمة دي تتقال كل شوي قد نتفق معاه وقد نختلف معاه الامام الزهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمته للأكابر والعلماء ومنهم قتادة ابن دعامة دوسي وغيرهم بيقول ولو تركنا كل عالم لخطأ لما بقي لنا احد يعني العلماء منهم قد يخطئ وقد يغفل ولكن يعني نحترم علمه وفقهه ودينه ولا نتركه حتى وان اخطر في مسألة خطأ انت لما تحب ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وتقرأ رأيه وتقرأ رأيه في اباحة نكاح المتعة انت تصدم هل بقى هتعلم اكس على ابن عباس ابن عم النبي انت لما تيجي لسعيد بن المسيب هو تابعي مش صحابي في قضية من قامة التابعين في قضية نكاح المحلل مثلا وتلالي سعيد بن المسيب خالف كل الامة في قد نكاح المسيب هترضى انك تتطول على سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه والعلماء اللي نقلوا رأيه سعيد بن المسيب مش هتموش صحيح احنا لما تتكلم تعالى ابن عم النبي اتكلم عن ابن عم النبي قال رأي رضي الله عنه وبعد شوية اما غير الرأي وقال رأي تان عبد الله بن عباس في مسائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسائل قال فيها اكثر من رأي رجع عن رأيه اي اذا بقى تقول تقول ده بيرجع في كلامه